واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون أخواني الكرام المشاهدين أخواتي الكريمات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وهذا لقاء يتجدد معكم وبكم من برنامجكم رسائل وحديثي إليكم اليوم عن جانب جميل متميز من جوانب الشمول والكمال في هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله عز وجل بالانتماء إليه دين الإسلام الذي كمله وجمله ربنا جل في علا فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا الدين العظيم الذي هدان الله عز وجل إليه وجعله خاتم الأديان والمهيمن عليها ليس فقط جملة من العقائد أو جملة من العبادات أو جملة من الأخلاق والسلوكيات ولكنه بناء شامل لهذه الأمور كلها ولأمور أخرى تنتظم حياة الناس لم يكتفي هذا الدين بحفظ الضرورات الخمس المعلومة المشهورة وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ العقل وإنما امتدت عنايته لتشمل مع الضروريات الحاجيات ومع الحاجيات التحسينيات والكماليات ولذا فإن هذا الدين عنوان الجمال والجلال وهذا جانب قل ما يطرق في واقع الناس اليوم في المواعب وفي الخطب وفي الدروس وفي المنتديات مع أنه شديد الارتباط بالقلوب والنفوس ومع أن العصر الذي نعيش فيه اليوم عصر يركز على الجانب الجمالي والجمال الموجود في دين الإسلام لو تأمل فيه أحد وكان عنده قدر كاف من الإنصاف فإنه سيصل إلى نتيجة مفادها أن هذا البناء لا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة من الجمال وهو من صنع البشر صنع الله الذي أتقن كل شيء ووحي الله الذي شمل كل شيء ولذلك فإن هذا الدين تميز بجماله الباهر في عباداته في سلوكه في معاملاته نعم من أجل وأجمل ما في هذا الدين مخاطبته للفطرة السليمة وأنها كل ما فيه من تعاليم فإنها تنسجم مع فطرة الإنسان وتسير سيرا متوازيا معها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم وفي الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم إذن الأصل أن الإنسان فطر على التوحيد كل مولود يولد على الفطرة أي فطرة الإسلام والتوحيد وهذا من جمال هذا الدين أنه حينما يلتزم الإنسان به فإنه لا يعاند فطرته وإنما يسير معها هذه نقطة مهمة أيضا وضوحه وبساطته وسهولته ويسره ليس فيه تعقيد في عقائده الأساسية واضح كل الوضوح الله واحد لا شريك له يعبد وحده ولا يعبد أحد سواه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين والأنبياء كلهم إخوة دينهم واحد في أصل إرسالتهم إذن البساطة والوضوح من أعظم أسرار جمال هذا الدين كذلك وسطيته واعتداله وتوازنه كذلك ما يتعلق بكماله وشموله للجوانب المتعددة هذه كلها من أسرار الجمال في الإسلام أيضا في عباداته حينما نلاحظ أن هناك من عبادات التي في الإسلام ما يركز على الجانب المالي كالزكاة 2.5% لمن حال الحول على ماله في شروط وضوابط وبناء جميل جدا فيعطي الأغنياء للفقراء ويشكر الفقراء الأغنياء ويدعون لهم بالبركة والزيادة حتى يزيد ما يأتيهم منهم وأيضا الأغنياء يشعرون بأنهم يزكون أموالهم ويتشاركون مع الآخرين والمعطي يشعر بلذة العطاء أكثر من المعطاء الآخذ فهذا من جمال هذا الدين أيضا ما فيه من عبادات تخاطب الجانب البدني مثلا الصيام الذي تزكو به الروح وتسمو به النفس ويتطهر به حتى الجسد من كثير من الأسقام والأمراض من خلال الصيام وقل مثل ذلك بالنسبة لبقية العبادات الصلاة وأسرار الجمال فيها إلى ما لا حد له ولا منتهى إليه الصلة بين العبد ورب بهذا الجمال والسمو أن يتطهر لها الإنسان ويتنظف ويلبس الثياب الحسنة ثم يأتي إلى بيت من بيوت الله ويستعد للقاء ربه فإذا أذن الله له بذلك وكبر العبد تكبيرة الإحرام دخل في عالم من الجمال والجلال والأنس يشعر بلذته ومن شعر بها حقيقة لا يتمنى أن يفارق الصلاة تلاوة القرآن والمناجات وترداد كلام الله سبحانه وتعالى كل هذا يا إخواني الكرام ويا أخواتي الكريمات من أسرار الجمال في ديننا وحينما نأتي إلى شعير مثل الحج فنجد هذا الجمال والبهاء والجلال قصد البيت والانتقال من بلدك إلى بيت الله سبحانه وتعالى هذا فيه معنى جميل جدا يعني أن المحبوب وهو الله سبحانه وتعالى يستحق أن تنتقل إليه وأن تأتيه في المكان الذي يريده هذا معنى جميل جدا إضافة إلى المعاني الروحية والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى كذلك أنك تأتي ربك سبحانه وتعالى في المكان الذي أمرك وفي هذه المشاعر وتلبس لباس خاص لأجل ذلك كل الناس هذا اللباس الأبيض الجميل محرمين آتين إلى بيت الله سبحانه وتعالى جميل جدا وحتى كثير من غير المسلمين حينما نراهم في جولاتنا الدعوية والتعريفية بالإسلام في بلدان العالم من خلال الهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلى الله وسلم ونصرته التي أشرف بالعمل فيها وزرت من خلالها ما يزيد عن أربعين بلدا ألاحظ أن شعيرة الحج مثلا بما فيها من جمال وجلال أسرت الباب الكثيرين ويتساءلون عن سر هذا اللباس الجميل هذا الاجتماع المهيب الذي يأتي فيه الناس من كل قطر نائن بعيد وفج عميق بالاختلاف الألسنة والألوان والبلدان فيتوحدون بهذه الصورة الجميلة وينتقلون معا ويقفون معا هذا كله من أسرار الجمال والبهاء في الإسلام إذا أتيت مثلا إلى جانب النظافة والطهارة في الإسلام شيء غير مسبوق في تاريخ الأمم والشعوب نسبة الطهارة والنظافة الموجودة التي عند المسلمين من قبل 1400 سنة لما أوحى الله عز وجل بهذا الدين لنبيه صلى الله عليه وسلم فعلا هناك اهتمام واضح بطهارة البدن ونظافته وحسن الهندام والرائحة كل هذا بما يرتب عليه الأجر بل إن الطهارة والوضوء شرط من شروط الصلاة والصلاة ركن من أركان الإسلام وبالتالي كل مسلم ومسلمة لا بد فيهما من الطهارة والنظافة خمس مرات في اليوم وللأعضاء الرئيسية فهذا من جمال ديننا ولذلك تقل الأمراض المعدية بالنسبة للمسلمين عن غيرهم في كثير من المجتمعات وخصوصا في أفريقيا يلاحظ هذا ويرصد لأن المسلمين يتعاملون بكثير من الأمور التي هي من دينهم وهي جوانب فيها النظافة فيها الطهارة في الوضوء في اللبس في الهندام ونحو ذلك ويرتب عليه الأجر الإنسان إذا لبس أحسن الثياب وذهب بها إلى الصلاة يأجر على ذلك السواك يأجر عليه وهكذا كثير من الأعمال التي هي عنوان الجمال هذا في الأشياء المحسوسة في الأشياء المعنوية عندنا جمال وجلال كبير لهذا الدين أمثل عليه بمثال وحيد بقدر ما يسمح به وقت هذا اللقاء وأترك لكم أخي الكريم وأختي الكريمة من المشاهدين والمشاهدات الفرصة رحبة واسعة للقراءة عن هذا الموضوع الواسع من خلال المصادر التي تكلمت عن جمال الإسلام نتكلم فقط في هذا الوقت المتوقع عن موضوع الرفق في الإسلام الرفق هذا المعنى الجميل جداً الذي يحتاجه الناس اليوم كيف جعله الإسلام في قمة سامقة قال صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على غيره هذا المعنى الجميل يفتقده كثير من الناس اليوم دين يقوم بناءه الجميل على الرفق ويرشد إلى الرفق دائماً يقول إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه يعني جمله وحسنه وزينه ومبعن الجمال ولا نزع من شيء إلا شانه هكذا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إذا أراد الله بأهل بيت الخير أدخل إليهم الرفق ويقول من أوتي حظه من الرفق فقد أوتي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير إذن هذا الرفق في اللين في اللطف في حسن التعامل جزء أصيل من هذا الدين استخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا في أحواله كلها مع الموافق والمخالف والصديق والعدو والقريب والبعيد فأثمر هذا أعظم الثمار من خلال الرفق الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به وهو معنى جميل جداً في اللين يقول الله تبارك وتعالى مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضاً غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعفوا عنهم استغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين أي دين أجمل وأكمل وأي منهج وأي ثقافة أحسن وأجمل من ثقافة ترشد إلى الرفق واللين قائدها ومن يتبع فيها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبرز وأخص صفاته الرفق واللين ولو لم يكن كذلك فإن ربه يخبر بأن الناس سينفضون من حوله إذن حاجته إلى الرفق ماسة وأساسية وحاجة من دونه من أتباعه أكثر مساساً وهي أساسية جداً وهذا من جمال ديننا فنحن بحاجة مع استيعابنا للعبادات ومع استيعابنا للمعاملات ومع استيعابنا لعلوم العقيدة والتفسير والحديث وكلها مهمة أن نستخرج من ذلك جوانب الجمال والجلال والكمال ليزيد هذا من ارتباطنا بديننا وإلى لقاء آخر يتجدد معكم وبكم إخواني أخواتي من المشاهدين والمشاهدات أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صلى الله وسلم وبركة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون